وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة التنصق وتكامل بين مختلف جهة الدولة بما في ذلك القطعات الأكديمية والعلمية لتعزيز القطوات التنفيذية لبشروع استصلاح وزراعة 270 ألف فدان بوسط شمال سينة كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس الشركة الوطنية للطرق هو مستشار الرئيس للتخطيط العمراني بإقامة مجمع حديث متكامل للورش الحرفية بمدينة الأمل الذي سيضم وحدات حرفية متخصصة للسكان مزودة بكافة الخدمات اللازمة وذلك في إطار التطوير الشامل للمنطقة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب أحمد إسماعيل مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات شرق القناة واللواء أحمد فودة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمشروعات الهيئة الهندسية واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري الهندسي بالهيئة الهندسية والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة على مستوى الجمهورية وكذلك مشروع استصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على مستجدات استصلاح وزراعة 270 ألف فدان بوسط وشمال سيناء خاصة ما يتعلق بأفضل الزراعات وفقا للدراسات المناخية والزراعية بالمنطقة والخطوات التنفيذية لتوفير ونقل المياه إلى الأراضي المستهدف زراعتها فضلا عن سير العمل بالمحاور والطرق الواقعة في نطاق المشروع موجها سيادته بمواصلة التنصيق والتكامل ما بين مختلف جهات الدولة بما في ذلك القطاعات الأكاديمية والعلمية لتعزيز الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الاستراتيجي الذي يأتي في إطار المشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء وأخذا في الاعتبار مردوده الهام على جهود الدولة في التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء بالكامل وتوفير فرص العمل بها وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض كذلك سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية خاصة شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لتطوير شبكة طرق الصعيد لسيما ما يتعلق بمحور منفلوت إلى جانب محور شمال مدينة الأقصر حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز سير العمل في تلك المحاور الجديدة الهامة على نهر النيل بهدف تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة والتي تأتي ضمن منظومة المحاور العرضية المتكاملة التي تربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل كما تم خلال الاجتماع أيضا عرض سير العمل بمجموعة شبكة الطرق والمحاور شرق القاهرة فضلا عن جهود استغلال الأراضي على جانبي محور شنزو آبي حيث وجه السيد الرئيس بإقامة مجمع حديث متكامل للورش الحرفية في مدينة الأمل والذي سيضم وحدات حرفية متخصصة للسكان مزودة بكافة الخدمات اللازمة وذلك في إطار التطوير الشامل للمنطقة كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة خاصة مركز مصر الثقافي الإسلامي